مرحبا أعزائي الصغار سندرس اليوم حرف الواو في إحدى ليالي الشتاء آوى رضوان وإخوته إلى غرفة الجدة وتحلقوا حولها وحين توقفوا عن الوشوشة برأت الجدة سلوى ترغي لهم حكاية الطاووس المتكبر والأوزة المغرورة بعدها التفت سوسن بوشاح جدتها الصوفي وتمكأت على كتف مروان وقالت سأروي لكم حكاية طريفة عن خبزة العم حمزة صح الأطفال عرفناك كفاك تنكرا يمكن أن نجد حرف الواوي في ثلاثة مواضع في أول الكلمة كأن نقول وجه وردة وشاح وسادة وجه وردة وشاح وسادة في وسط الكلمة كأن نقول موقد جوارب بلوت موقد جوارب بلوت في آخر الكلمة كأن نقول فر دل كاكاو فر دل كاكاو شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين جوارب اشتركوا في القناة